تتوصل المعرك بين الجيش العراقي ومقاتل الدولة الإسلامية في العراق والشام المعروف اختصارا باسم داعش في مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار غرب العراق وذكر شو دعيا أن قائدة طارق العسكرية تعرضت في وقت مبكر من صباح اليوم للقصف من قبل عناصر التنظيم يأتي هذا بعض ساعات من قصف القوات الحكومية العراقية التي تتصدى لهجوم للقاعدة قرب الحدود السورية مدينة الرمادي جوان وقتلت 25 مسلحان في هذه الأثناء دعا رئيس الوزراء العراق النوري المالكي عشائر وسكان مدينة الفلوجة التي خرجت عن سلطة الحكومة إلى طرد الإرهابيين لتجنب المدينة القصف وأخطار المواجهة المسلحة دعوة جاءت عقب لقاء جمع أمس مسؤولين حكوميين في محافظة الأنبار مع زعماء العشاء لحثم على المساعدة في صد المسلحين المرتبطين بالقاعدة وتمكن مقاتل داعش من السيطرة على الفلوجة على بعض مناطق مدينة الرمادي المجاورة رغم الحملة العسكرية التي تستهدف معسكراته منذ نحو عشرة أيام ووفقا للحكومة العراقية فقد قتل مئة شخص معظمهم من المسلحين على مدى الأيام الثلاثة الماضية اشتركوا في القناة